هنأ الرئيس الأوكراني بيترو بارشينكو نظره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية وأتمنه النجاح في الأصلحات الرامية لضمان مستقبل أوروبا الموحدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحرز أغلبية نيابية ساحقة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وأحرز حزب الرئيس الجمهورية إلى الأمام وحليفه الحركة الديمقراطية 341 مقعدا من أصل 566 حسب أرقام وزارة الداخلية ويضاف إليها 11 مقعدا مخصصا للفرنسيين في الخارج لم تصدر نتائجها بعد